اشتركوا في القناة يلي شعبنا يلي اتمنى نحن النواب محملنا مسئولية كبيرة هي تغيير وضعه الحالة يلي بهم الشعب اللبناني اليوم هو شو عم بعيش كل لحظة وكل دقيقة يلي شايفينه اليوم انه التحرك يلي عم نروح نحو فوضى جديدة ومن نوع جديد وهذه الفوضى في كتير ناس بتفكر انه معقول تكون فوضى خلاقة لنظام جديد انا قلقي انه هالفوضى تكون فوضى قاتلة قاتلة بكل معنى الكلمة لي ما تبقى من لبنان اللي بنعرفه وهم شي لشعبنا يلي عم بهاجر كل يوم يلي اذا فتنا بزمن رديق يمكن الشعب اللبناني اللي بنعرفه بيكون غير شعب لانه بيكون راح يلي بيدروح وبقى بالبلد يلي يمكن نازح يمكن مهجر وهذا تغيير ديموجرافي هائل من هيك انا باعتبر اليوم صرخة كبيرة من النطلقة من هوا من البكرك لازم ننتخب الرئيس باسرع وقت ممكن هذا شيء نحن كنواب باسم شعب يلي انتخبنا يلي نحن بس منتحسب منه لا من كتلنا ولا من احزابنا نحن مؤتمنين على وجع شعبنا وعلى الحالة اللي عم بعيشها اليوم انا باعتبر انه رئيس جمهورية لبنان مجبور يكون رئيس توافقي لانه هكذا دستورنا بقول 86 صوت من النواب من اصل 128 ولكن هذا مش مستحيل لانه انا باعتبر انه فيه مواضيع اساسية متفقين عليها باللبنان اليوم متفقين على وجع الناس وعلى وضع المالي اللي عم نعيشوا على انهيار الليرة متفقين على الوضع المزري للمستشفيات والجامعات متفقين على كيف مؤسسات الدولة اللبنانية عم تنهار امام عيوننا وما بقى فيه شيء وراء بمؤسسات الدولة غير انه ما بقى فيه قطع غيار للسيارات كله هيدا متفقين عليه يمكن حتى متفقين بالطائف على اللي مركزية الموسعة متفقين على مجلس الشيوخ كل هالمواضيع مش كافية لنجيب رئيس بوضع يقدر يشتغل على هذا المواضيع اللي متفقين على اليوم ونخلي المواضيع الخليفية انكفي فيها لبحث بهذا العهد انا باعتبر انه اليوم قبل بكرة انتخاب رئيس جمهورية رئيس مهمة رئيس انقاذ رئيس رئيس مبدأه ومفهومه للبنان الجديد بينطلق من هون من اعادة بناء مؤسسات الدولة اعادة احياء الوضع الاقتصادي الاجتماعي على لبنان مجلس الشيوخ لا مركزية واهم شيء اهم شيء مفهومنا لا لبنان يلي بعمقه العربي بعمقه البحر الابيض المتوسط بعمقه ومفهومه الحيادي بامتياز انا باعتبر لبنان الرئيس الجمهوري الجديد فينا نصال اليوم بالزمن القادم بسرعة كتير الى هكذا رئيس وإلا دخولنا الى زمن منفوت عليه ما بنعرف كيف ندهر منه ودخولنا بفوضى دستورية تتحول لفوضى قاتلة نحن بنكون عم نقول انه بلد لبنان اللي بنعرفه وطننا اللي بنحبه يروح ما يرجع شكرا اشتركوا في القناة